حقيقة هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أحبته من هذا لماذا خلق هذه البشرية ما خلقنا إلا من أجل أمر واحد اسمع وتأمل ماذا يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والينس إلا إلا ليعبدون خلقنا الله أحبتي من الله من أجل أن نتعرف عليه خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نعبده ومن أجل أن نوحده سبحانه وتعالى الله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة الله ما خلقنا ليستخوي بنا من ضعف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة بل أنا وأنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله في الحديث القدسي وتأمل معي عبد الله هذا الحديث العظيم يقول الله يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تضارم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أسألك بالله يا شام أسألك بالله يا من انغمست في الشهوات هل سألت الله في داية هل سألت الله جل وعلا هذا الطريق العظيم الذي مشه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عارد إلا من كسوا فاستكسوني مكسيكو يا عبادي تأملوا في العظمة يا جماعة يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضره فتمروني يا عبادي شو بالرحمة إنكم تخطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئاً يا عبادي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلبي رجل واحد منكم لو كل العالم مثل فرعون ولو كل العالم خرجوا في الشوارع وكل منهم قال أنا ربكم من أعلى الله يقول ما نقص ذلك من ملك شيئاً يا عبادي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي أتأمل يا عبد الله في آخر هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها متى؟ يوم القيامة يوم الحسرة والندامة فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالله أحبتي من لا أغني عني وعنك نحن العباد فقراء والله سبحانه وتعالى خلي عني وعنك وعن طاعتي وطاعتك الله جل وعلا أحبتي بالله ما خلقنا عبذا أفحسنتم أن ما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون الله ما خلقنا عبذا بل الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نتعرف حدي يا جماعة تكفون تكفون لابد أن نتأمل في سيرة أعمم من وطأت قدأه الثامى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأمل في حياتك شكرا